تعد لنا الآن زميلة كريستين ريناوي من غلاف غزة لنسأل كريستين عن تفاصيل الوضع كنا نشاهد صور من هذه المنطقة الشمالية لقصف وغارات إسرائيلية جديدة تبدو في البريج القصف يطاول مناطق شمالي القطاع مناطق وسط القطاع ومخيمات الوسط والأبرز خان يونس وجنوب القطاع حيث أكد الجيش الإسرائيلي في بيان هذا اليوم بأنه يوسع ما أسمها المنورة البرية في خان يونس ولتمهيد دخول هذه القوات كثف من الغارات الجوية خلال الساعات والأيام القليلة الماضية وبحسب البيان الذي صدر هذا اليوم بأن خمسين غارة على الأقل استهدفت ما لا يقل عن خمسين هدفا كانت وشنت في مناطق خان يونس جنوبي قطاع غزة تمهيد لدخول قوات ما يسمى اللواء السابع وأيضا قوات جفعاتي البرية للعمل في منطقة خان يونس وتقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي بأن العمل هناك سوف يستغرق أشهرا وعمليا هناك أصلا تحريض على خان يونس المزاعم الإسرائيلية بأن قادة حركة حماس الذين تبحث عنهم إسرائيل وهم يحيى السنوار زعيم حركة حماس أيضا محمد الضيف قائد كتاب القسام مروان عيسى أن هذه القادة الذين تبحث عنهم إسرائيل هم موجودون في أنفاق محاطون بأسرى ومحتجزين إسرائيليين تحت الأرض هذه المزاعم الإسرائيلية والتي ترد في مختلف تقارير وسائل الإعلام لذلك هناك تحريض في الإعلام الإسرائيلي يبدو بأنه يسبق أي مجازر أو أي استهداف قد نره في خان يونس جنوبي القطاع تالي غرات مكثفة من الجو تمهيد لدخول القوات بيان رسمي يتحدث عن طعميق المناورة يعني الاشتياح البري في مناطق خانيونس هذا تزامنا مع العمل واستهداف مخيمات الوسط كما شهدنا النصيرات، البريج، المغازي كل مخيمات الوسط أيضا في الشمال لم يفرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته بيان الجيش في هذا الصباح قال إنه استهدف مناطق في مدينة غزة شمالي القطاع في الشجعية وهدم مبنيين في بيت لاهيا نتحدث عن مناطق الشمال شمال قطاع غزة بعد 85 يوما من الحرب وبحسب مزاعم الضابط الكبير الذي نقلت عنه ويدعوت أحرنوت يقول إن السيطرة التي تسعى إسرائيل لفرضها على مناطق خانيونس من أجل الوصول إلى المرحلة التي وصلت إليها في مناطق الشمال هذا يستغرق أشهرا وهو أصلا لم يفرض أي سيطرة حتى اللحظة في مناطق شمالي القطاع